سبع الفل يا شباب سبع الفل يا نجد ايه ما نيمتش ولا ايه الله يا دون ما نيمتش طول الليل انا في مصيبة ما بعدها نصيبة انا بتمصب عليها يا مبان ايه شا في ايه ولا في ايه ركز في الامتحان احنا والحمار واحد ما فاهمينش حاجة يعني هو الامتحان ايه نجعلي فلوسي بس ولا حاجتي اللي راحت بعدين كده وكده انا اصلا مزبط كل حاجة نهارت وقت بقى من العالي الدحيحة ورحت اصابت منه البرشام اللي معاكم لا اضوال تحس افرد حد من جووسيس الجامعة وادي هتروحك ده من انت روحه ده ايه ده بس وبعدين انا اقولك الحاجة مليش حل تادي اكون اولا اكون اصلا زحقان من الجامعة وقرف والامتحانات وزفت والله يا عنده حق الواحد بقى عامل زي فلاشة الكمبيوتر يخش الامتحان يفضي كل المعلومات اللي خزنها يخرج من الامتحان دماغه فضي على الاخر ايه ده ايه ده خلاص فضل ربع ساعة الامتحان مش هتراجعوا ولا ايه بكرنيش كل ما المعاد بيجرب بطني بتكاركب دلقش ما دلقش ايه انا مصور لكو برشام برضو اعمل حسابي برينة طب واحنا هنطلع الحل زي من البرشام ده يا ابنو انا هسيبك كده ما انا هدلك برشام 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 ايه ده برشام ايه باش انا مالي بيه انا مالي برشام انا اعمل له ايه برشام ايه انا ما ايش حاجة تعالى بص حضرتك ماشا هقول لحضرتك على حاجة الصراحة وعهض الله الرجل ده ماشا بيدي فصلتة اوية عند البيت عندنا ايوه وعايز ناخد عنده انا مبرداش عشان كده بيرمي بالحل انا وحاسي ده باسلي بتاعك كده اطلعها من جيبه اطلعها من جيبه والله ايوه انا معرفش عنها حاجة باشا دي هو مطلعها لي وبيقولي ان انا اللي مطلعه ده برشام وانا اصلا بقعاف شقرة انا هو هو اللي مطلعها وبعدين انا محبش حد يشك فيها بقى وعاهد الله هتصوم لكم في الجامعة وانا احرف اجيب تمويل خارجي بقى يا دكتور ده مجنون هو انا معقول هشيه بلشام في جايب في ايه في ايه في جايبي يا دي عدد يا دبي دي عادت أجيب تمويله الاهبن يا ماشا يافيو ايه هدى الدعباس فيه هد سيطورة يا ماشا واعد pen المعتلى الحاجة الاه ايه ابنها يا ماشا في ايه ماشا ناهاتكلففة حجود المحامي بتاعي تبقيه شد عارف صغير ما تصلوا على ايه ما تبقى اسم ايه اااهاه حمود ا passage ارحموني تب ان ت moyens pien�� solid يعيين ومن هنا ليه هم Villa حومك متعملوا فيي كده اذا ما انت عايز نقوليه وانا اقولك عليه وخلصني هموت هموت يا انا باص باص هو لو انت اللي نصب عليك هو يا برنس العالة اعيش معاه بقولك طالما انت معلقه كده ونفخه اشهل فيه على طول ما استهلش يا طالعه طب اقولك على حاجة سلكتين تلتمائة وعشرين فولتة على لسانه الله يبقى منها وعشرة يستهله ملاش حنية قلبك ديها المطالبة ارصي في وشه ما يتنار خلاص خلاص يا طالعه حقك هيجيلك لغاية عندك الطم والله انا ملقي دعوة بحاجة يا طالعه الواد مختار يا لا الواد مختار هو اللي خد مني الحشيش وهرب خفت منك انا كمان هربت يا طالعه حلو طالما انت هربت بقى يا حبيبي انا هعمل معاك اتفاق دلوقتي تقولي الواد مختار ده فين وقعد مع مين اروحك بيت حاضر ما تقولش انا هخليك هقول هقول يا لا هقولك على كل حاجة هقولك على كل حاجة بس ترحموني سابني يا طالعه وحنا نروح نجيب الحشيش سواء اطالعه سابني يا طالعه هقولك على كل حاجة بس ترحموني انتو عارفين يا جماعة الدخنة دي عالية قوي بس انا حس احساس غريب دلوقتي ايه حس ان ادماغي اعلى من البورج طب يرجع من ادماغك شوية كده الورا اعزم ما تعمل بول بورج يا الله فكانك انتوا هوه محدش اتخرك اللي هيحاول يعمل عوق يكتب شهادة وفاته بأدين بس هلا انتوا هوه وفكانك انتو مينو عايزين ايه اقولك يا حبيبي احنا مينو عايزين ايه انا طالع فاكرو ولا مش فاكرو مش دا طالعت اللي خد منه الحشيش وهربت يا جبان ولا فاكر نفسك دي شفت شام النسيم اه ياه شفت شام النسيم يد ليس بقايا مات ملون وانت بتساعة من الحشيش ياه يا جماعة بس انا معايي الحشيش اخرس ياه اخرس يبقى قول على نفسك بقى يا رحمن يا رحيم لا ما يوالش حاجة يموت بحشيش وكده عسان يخش ونروه على البيرتاح بس فقا ما تعرفش ياه استنى بس استنى انا معايا الفلوس ايه احبك وانت بتحب الحياة ياه ورحمة ابوية دول كل اللي بعايا كم دول يا برينس تسعى تلاف جنيه نعم دول ماجوش ناسه الفلوس اللي ليه احداك ياه احطرف فينا مفعايا غيرهم خلاص خلاص اطالع خدوا خدوا يلا ايه ده يا برينس خدوا عارف الباقي بقى ليه الباقي ده ادى بليك علشان روحت الديت جميت حشيش لعائلين تفين زي دول يلا ايه ده يا برينس ويهي الالف جنيه دي يا برينس ايه اطالعت الالف جنيه دي حق المواصلات بتاعت انا وش افيه عشان جينا معايا جرايا طالعة مواصلات ليه الي عندك يتخربان منه في السمرة ولا يا برينس يا عم فئة ايه ما تلم نفسك شوي يلا بولاك يا اطالب امتساش الخمسمون جنيه بتوع السلاح الخمسمون جنيه بتوع السلاح اداهمل اتقيم خد يا عصاك جدي امسك بس معاكو ربنا هكلمك انا سلام سلام يا برينس ما الوضع يا بلطق علينا اقول ليه خلاص عارف يا دي انت هو لو فكرتوا تعملوا الحكاية دي تاني هيحصلوكو ايه لا يا تتأ класс يا برينس جبتوا الورقتين؟ اه كل حاجة موبودا لو كمان انتوقoro اخيروا يا سيدة يا عبال ما اشترنا لهم البدل دي اهدي اهدي بصي اهتي بيت فينك علي النعمة مضرب البدن السامن المؤلم بيش إلا العسل العسل وجميل الجبال أفضل أفروك يا برينس دا انت أم الواحد فينا يتأهل ياري بيس لذا تطلع طور التنجم مفروك يا دي عميبي وما النجمة فين انت مالك يا عمي فين يا أخي موعد موعد جميل دلع الجوزة انت مجلوني يا عمي ولا إيه جبت الورقتين يا زيدي الورقتين معايا هم والشهود قدامك هم أنا الشاهد الأول والله العظيم هجولي الحاقي يا انت شاهد ما شفش حاجة أنا الشاهد الأول والأخير يا برينس هاي وأنا بвой أجيب العروسة يلا باب م desperت علي الريا يا سلام يا سلام يا سلام عريسك الخفة يا عوصة يا مهلنا الزفة مبروك عليكي مبروك عليكي عريسك الخفة يا عوصة يا بص على الحلاوة حلاوة بص على الحلاوة حلاوة خلاص 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 اشتغل بقى اللي أمي مرة عوصة طيب يا جماعة جبتوا الورعتين يا سيدي أم الورعتين معايا إنتي اللي قالك أهوب انجلزوا بقى انجلزوا يلا يا سيدي بالرفاقي والبنين إن شاء الله بطيقكم مينفعشوا كابنت لمن الصحي مينفعش بطيقكم مش هتعك جاب صورة مين دي سيدي ما كنت شفادي فبعدت ابن عم يتصار مكاني الله يا حلو ماشي يا عريسك لا علي النعمة ما تاخد البطاقة إلا لما نعرف صغران ينفر النهاردة وصلاحي وضار جمر للصلاح الباك ماجد هو اللي ها اختار النهاردة ماجد هو اللي ها اختار النهاردة قوي يوم قلبي زين ما اختبطوا حق حمش برضو حق حمش ملك يا هابي ملك يا هابي الحلو دي بتحبك يا ملك جدا طيب عايزين قلم طبعا شكرا شكرا يا هابي بطاعتك قصدي هامدتك انا بعتزر حلوك ان شاء الله زواجة موفقة بإذن الله هامدتك لا انا ممتشغل في وجود المحاني بتاعك هاي جنبت انا بعتزر حلوك يا عمدت انجز حس بي اه اكتب روكم التليفون يوم اذا كان لك لو مش عالفت كدني ان اوه ايوا ايوا ببرك عروس تعالي وتعالى بقى هو ده مبروك يا عروس ادمرت نفسك ادمرت اتفادر مبروك يا عروس ما انا مش هارتحه ويهدالي بلغة اللي ماعرف مين البيت اللي كانت معاك بيت واحدة دي كانت مصوري ببنات وضربها في المكان على فكرة الوقت ده صريح طول عمه انت هتستعبط منك ليه؟ انت هتقولي ولا مش هتشوفه اشي تاني يا بيت يا بيت وعهدالله ما كنت اعرف ولا واحدة فيهم الوقت ده بيكذب انت بتصلك بماجد تتأكدي من كلامي؟ بتصلك وتبخينها ساوة لا ما افزعت قلبها يا بيت بيت مالك واكتب الله بحبك ما فيه في قلبي غيرك ماشي يا طالعب انا حكل الموضوع ده بمزاجي لكن ورحمة امي ورحمة امي لو رحت اياتو هكباري تاني من غيري لكون متجوزة شفيق بشبكتك ذو والوقت بصراحة بنحلل ويستاه كان نفسي قوي اروح معاك وفرح ماجد اكيد ياسمينة كانت زي القبر بس اعمل ايه؟ فضلت الطول الليل اعطس ودرجة حرارتي بقت اربعين وانتو ايه؟ قاعدين تهيصوا وصيبيني انت مش معايا خالص على فكرة ايه ده؟ خالد ايوة دينة ايه اللي ايوة يا دينة؟ بقى لي نص ساعة قاعدة بكلمك وانت ولا الهواء عملت هزلي في دماجك وخلاص انت مش معايا خالص لا والله معاك لا سلاح طب لو فعلا كنت معايا قولي انا كنت بقولي بقى بصراحة معرفتش انا فعلا مش معاك مش خلاص اسيبك بقى تكمل سرحان وطيرا لا تراح فيه وكتر وقت محتاجك فيه طب خلاص قولي بقى انت بتفكر في ايه وسرحان في ايه؟ عشان احس ان انا يعني لي لازمة في القاعدة قلبي وكنا على مياه وعدين توحش ايه؟ يبس اشوفها بس ولو من بعيد وانت يعني ما ينفعش تشوفها خالص؟ شوفها كيه؟ ده عم اشي ان لو شفنا هيكتني ده بيكتني كلهم في الحلم ما بلك لو شفني بالحاجة هيعمل فيه ايه؟ طب اقولك انا جاتلي فكره ما ينفعش تكلم اي حد من صحابك اي حد من قريبك تتطمن عليها منه؟ وحتى كمان ممكن تخليه روح لها بالتليفون وتكلمه؟ تسلم دماغه؟ بس اكلم مين؟ الوضع عصران ابن خالي ده اكتر واحد بسك فيه؟ خلاص كلمه تلوقتي رب انا اتخليك اللي ايه؟ ايوه ده عصران بقولك ايه ما تكررش كلامه جاعد مع حاجة؟ انا خالت ابن عمتك طمونة علومة يا عصران تعبانك ايه؟ تبتقولي يا عم مين؟ عم هاشي مخدتنا؟ ها؟ خلوهم عرفوض الكريم ازاي؟ اكفل يا عصرانك هكلمك تاني ايه واعتفكر في اللي انا بفكر فيه ابوس ايدك عمك لو شافك دلوقتي ممكن يقتلك يا خالي امي محتاجان يا دين ما عرفش عاملين فعلا ده اكتر وقت امك محتاجانك فيه بس بقولك ايه؟ انت لازم تهدى وتعقل كده لازم تفكر في اي حاجة قبل ما تعملها بس طور يا رب انت معاها انت حسن مني يا رب ايه ده يا خالت عشان خطري ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ ايه كمية السرقة والعنف الموجود في الجرنال النهاردة ده؟ يعني كاين البلد كلها ما بقاش عندها وعي وان شاء الله بقى الوعي هيجي لها منين؟ من الاعلام بتاعك اللي لاهي الناس كلها في الكورة ومشاكل الكورة وقجور الفنانين يا شيخة والله الواحد قال ايني مش عارفة البلد دي هتروح على فين ربنا مستر هاي سيام هلو هاي ازايك عامل ايه؟ هاي المد اهلا ايه هو خالت زميلكم مجيش ولا ايه؟ لا خالد ما شفتوش النهاردة خالص ولا لو اي كمان جا يمكن يكونوا طلعفهم زهرات النهاردة واحنا ما شفناهمش ولا حاجة ايه معقول؟ طيب ممكن لو عرفت اي حاجة بلغيني؟ اه طبعا اول ما يزهرها اقولي اكيد ها؟ اوكي اوكي باي 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 هاي صهر هاي انا مفاجي زميت لو اي ايه ما يجي ازاي؟ طيب هوا فين دينا ولو اي مش شايفاي هون؟ والله يوم ما بقالهم فترة ما بيجوش طب ممكن لو عرفت اي حاجة تبلغيني؟ او تبلغي سيهم؟ طبعا اوكي باي صهر اكيد اكيد طبعا يا هابت باي 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 هاي يا سيهم هاي عمد هلو زكي صهر عملي يعني ايه يا ماز؟ يعني ايه الكليبة مش هيتنفذ دلوقتي؟ ده اسمه تهريج جمال هيتنفذ امتى ان شاء الله؟ والله يا سمين انا ازعلانهم الدقيقة اكتر منك والفيه ايه يعني؟ الشركة المنتجة زوفها زي الزفت اللي مين دول خصا بعد ما سووا الكاسة الدب عشان كده وقفوا تصوير الكليب ده وكليبات تانية كتير حبيب قلبي الظروف انت جاية قال انت بتصدق الكلام ده؟ والله هم قالوا لي كده في الشركة انا ما عرفش بقى يا خسارة يا خسارة ألف خسارة كان نفسه صور الكليب وكان ينقلي نقلة فنية كبيرة جدا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا شايف ان احنا نستنى عليهم شوية بعد كده واحدة واحدة هنحاول نقنعهم لحد ما يوافقوهن صور الكليب هموت يا حمار بقولك ايه يا اسمين انت هتصور الكليب ده وبكرة الصبح لو عايزة منينين؟ انا اللي هتتقولك طب منين يا مناظل عملت ايه في نسحانة نهارت؟ انا مش عارفة ايه كمية اللي استهتروا اللي بقوا فيها دي محدش فيهم كده بربطة المعلم يجي الامتحانة انا اتكلمت ماجد قبل اللجنة بس لقيت تليفونه مقفولة على طول وهم كمان كلهم تليفوناتهم مقفولة برضو؟ على فكرة دي خطة ومقصودة ودينا كمان معاهم كلمتي عن موبايف؟ هبكلم هاشوف حكايتها ايه؟ ماجد ده انا بقيتش فاهمها سبك منه انت عملت ايه بالضبط في الامتحان يا بنتي ميه مفيش حاجة محلتهاش ان شاء الله جيد جدا ويعني السؤال الاخير عصلك معاه شوية بس على مين جاوبته جايد جدا فقط ده ايه الفشل ده؟ انا الحمد لله بلا فخر امتياز مع مرتبة الشرف ليه بقى؟ لانكم تقدروا تلقبوني بلقب ملك التوقعات المرئية في اسئلة امتحانات الجامعة مفيه السؤال توقعته الا وجه وجاوبته مية في المية طب بطي شوتك يا اخوي احسن يقوله عليك مصرب الامتحانات ودي بقيت موضة انا ما بيهمنيش الكلام ده انا بيفرقش معايا اي حاجة انما انت صحيح ما قلت اناش عملت ايه؟ انا؟ اه الحمد لله طلع مفسود لا ما هو باين على وشك فعلا منتهى الانبساط الحمد لله عدة تاني يوم في الامتحانات عقبال الايام الجاية ان شاء الله المهم ان انت تكون اختناعتي بكلامي ان الخالد ده فاشل 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 انا مش عارفة ده خالد ده سلبي ليه قوي كده يعني هو عشان محلش اول يوم في الامتحانات مايجيش تاني يوم يا بنتي خالد ده كبير ويجري وراجموزا في بلادهم ده مالوش علاقة بالتعليم اساسا وقال ايه؟ كان عايز يرتبط بيه ماينفعش طبعا يرتبط بيه انسان لا يعتمد عليه اصلا ده مفيش واحد فيهم كتب كلمة في اول الامتحانات ده حتى طلعت عمله محضر غش هاي 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 يا جماعة مع اننا تاني يوم النهاردة في الامتحان ربنا يديكو طول طول عمر احب ابلغكو بالنتيجة قبل الكنترول ان انا ناجح بتقدير مقبول جيد جيد جدا اكتياح مع مرتبة الشرطة يا بليل انت فيه ده هموه انا عشبه امروك مقدامك لا يبارك فيك يا سامر سي جدا رفنا ما شوفتش ماجد ما تعرش مش بييجي ليه؟ ماجد مين؟ اه ماجد لا اكيد دلوقتي ماجد التعليم مش في دماغي خالص لانه بقى نجم كبير طبعا نجم كبير؟ يا رانيا البت السلام دي اذكرها اي حد في عشته انا متأكدة ان الحالة النفسية اللي زي الزفت اللي عندسوها دي بسببها ايه؟ هي لسه موضوع يهاب معلق معها؟ مش هي اختارة التمثيل؟ تستحمل بقى؟ ايوه لا 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 ما اعتقدش بقولك يا انا عايز اقولك على حاجة انا اخدت القرار خلاص مش هكمل امتحانات الترمي ده ما تنقشنيش يا رانيا في الموضوع ده من فضلك خلاص انا قرار طب يلا سلام دلوقتي نتكلم بعدين يلا سلام صفية اقمري يا سيدهاني مش حضرتك اللي في الدوري التاني ايوه انا مسكنة جديد مالك بتعياتي ليه؟ ابن سعيد السيدهاني ما عنده القلب خدته روحت بالمستشفى اكشف عليه فين وفين لما لقيت حطة قاعدة استنى فيها جنب الزفت قاعدنا نستنى الدكتور تلات سعيد الدكتور كشف عليه قالها عايز عملية ضرورية وعشان نستنى دورنا في المستشفى قدامنا 16 الدكتور اللي كشف عليه قال لي ممكن اعملهله في مستشفى خاصة في نفس اليوم قلت له تتكلفك قال لي مبلغ كبير قاوي وانا وابوه على باب الله والودن ها يبجوه سحيدوا كل يوم في النيازة وانش عارف اعمل ايه خد يدولخ اليوم معك الف السلامة عليه ورحمة الله يسمى لك انشاء الله شكرا الف خارج زداني صفية صفية ايه 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 ستاين هي عملية ابنك هتكلف كم بالزبط ثلاثين الف جنيه طب روح يغيري له هدومه بسرعة انا هطلع شاقتي وانزل على طول ايه ايه تاكس تاكس مستشفى الظهور له سماح يلا ركال هتلا يسته ايه لو سمحت لو سمحت يا اللي هنا اي حد يجيب ترولي بعد اذنك عايدين ترولي لو سمحت ايه ده بكلامك يا بني ادم حاول الله يا رب لا حاول الله مش قادر اصدق بقولك ايه ممكن تجيب لنا ترولي لو سمحت سانية واحدة امي سانية واحدة قد تقول قرف تعالوا تعالوا ايه هو ده الدكتور اللي قال نيجي هنا يا دكتور احنا عايزين نعمل العملاية السعيد في اسرع وقت انا جبت لحضرتك الفلوس المطلوبة للعملاية كل التكاليف موجودة متقلقش بس الولد في حالة خطر أكيد حضرتك عارف أنا بس عايز حضركتك دي خالص وتطمني واحنا هنعمل لازم وإن شاء الله خير أكي؟ شكراً لك 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 يلا دفتلي اطلع جلابي انا عارفك ما بتصليش الجمعة ده ما تصليش بيها دي وانت يا اما تعيشوا تجيبلي يا دناي ديكت الكيز دليت يا اما طب بني خليت يا اما مش عجبان بس ياخد انا عارف انا عايز فلوسها طلعت الودا الجاري لها عندي ثمانين جنيه فضيحنا عليهم في الرايحة والجاي ودول بتاع ايه يا با امار يا با صح؟ امار يابا انت رجعت للامار تاني يا با يابا الامار بيجيب الفقر يا با شوف احتلعبت الامار امار واللي مايروح لهوش باحمار وانت عمرة كسبت اصلك انت هتديني فلوس ولا هتبكتنا تلعبت ما تقلقش يا با وانت كمان ما تقلقاش يا با كلها خبطتين بس وهنمشي من الحتة المعفقنا دي هنروح فين يا واي هنروح حتة كده يا اما تكون هادية محدش فيها يعرفنا ولا نعرف حد ما يكونش فيها اهاوي ولا يكون فيها بيعين في الشارع نقب ياما نطلع 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 فين السطوح يعني ولا فين ياما نقب على وش الدنيا نشم هوا نظيف ناكل اكلة نظيفة زي باية الناس يا جدعان هقولك على حاجة يا با خد مش خسارة فيك امسك يا با ودول فلوس الجعل يا با قوع يا با تلعب بيهم امار هندخلنا على ليلة تانية يا با والنبي حتى لو قدنت في امدنا اللي فيه فيه ما تلقيش ياما ما تلقيش هتتعدل اهم حاجة انت بس خلي بالك من العيال وشد حلكو كده في البيت انا ماشي يالله قوام كده يا دنايا ياما ورايا مصالح والله حاجات لازم اعملها هجيلك تاني قول لها طالع انت سرعت الفلوس دي من ايه بس انت عارف انها مسكولة مني قد من يوم ما خدتها بضمان ترخب من مدرسة سلام عظيم لكن مستنيتك عنها دين مش كاد هتنتهي بمجرد لها عمل شريف تعيش منك ايه انا نفس اعرف سبب واحد يخليك تسيب بيت اهلك ياما خلاص اللي عيشة معا انا مبقيتش عجباك ما او كده كده حاجة انا كمثيرة حامشة اكيد في يوم الايام كنت حتجوز وانو حعيش في حالك ايوة بس انت لسه ما تجوزتش لا اما انا انا اتجوزت ايه؟ ايوة اما اتجوزت جوزت يا اسمينة يامهر عبوك ايه شويت ما او دل انا كنت خايف بانه طبعا ما اقول لي يمشي في السكة البطالة لازم يطلط ازاي يا ابنة تتجوز وما تقول لناش احنا ملناش حال عليك مالكش ام تقول لانا هتزرفت ياما اتا يا ابنة جبت الجحود ولا سوا دول من ايه؟ يا ابنة جحود ايه يا ابنة يا ابنة اصلا ياما اعمل ايه يا اعمل؟ انا لو اعرف انك هتطلع قاسي وجاحت بالشكل ده كنت اخلصت منك كنت في اللافة وفطستك اهدي اهدي بس اهدي بس يا سمير لا مش هاهدي اطلع برا انا مش عايز اشوفك في البيت اتاني اطلع برا فيني اما انا كنت ماشي يا اما انا سايب البيت اصلا عشان الافر اللي انا عايش فيه ده مش دي شمتنتي يا اما اطلع برا ايما انا كنت ماشي سلام يا حق سلام انا اضع برا ازاي يا طلب؟ يعني ينفع اضحي بالقرشين اللي انا محوشاهم على القرشين اللي انا واخداهم من طلعد عشان اشتري شقة يا بيت تفهميني يا دي اي شقة دي في احسن حتا في مصر وبعدين انت هتدفعى 400000 جنيه بعد شهرين بالزبط أنا هجيب لك عليهم 200 ألف جنيه زيادة فاهمة؟ يعني الشقة دي ينفع نتجاوز فيها أنا وطلعت؟ يا بيت تتجاوزي فيها ده إيه؟ بقولك ده شغل أنا نفسي ربنا يكرمنا بعملية كبيرة ناخد فيها قرشين نشتري لنا كده شقتين ثلاثة فراجي بقى على المكاسب اللي هتنزل علينا الشوقة دلوقتي بتتأجر باليوم طب أخد رأيي طلعت الأول وطلعت عارف مصلحتك أكتر مني ولا إيه؟ طب قولي بس الأول أخبار الباشا إيه؟ الباشا؟ الباشا بقى له فترة ما بيتصلش مش عارف ليه؟ بس عموما هو كده بيتصل لما يعوزني أم اللي بتاخد البضعة من مين دلوقتي؟ دي أصرار شغل يا بيت ما تدخليش في اللي ملكيش فيها زينة نعم يا أخويا وأنا مش في الشغل ده أقول لأيه؟ طالعا ما حقك بيوصلك ما تسأليش ملكيش فيه طب أنا خارجة وطلعت النهاردة أنا بقولك بس للعلم يا أخويا ها؟ حتب ليه فين؟ مش استأذنتك ملكش فيه نعم يا أختي شكرا ترجمة نانسي قنقر نعم رائية ايه ايه اما ماجي يا ابني انت فين وجعت قلبي عليك انا ما عرفش عنك حاجة و التليفونك مقفوب انت كويس؟ اللي شفت الول في السعيد يا ماشي بس اكتر حاجة بسطتني اني شفت امي وديتها كل الفلوس اللي معاي ولما عرفت ان عم هاشم خد خبر هربت جوز على مصر طوال الحمده اللي انك شفت والديتك الحمده اللي ايه حاجة كويسة طبعا انت اه اشفوره معاكش فلوس مش كده فكرت انو حيطا بك كنت محتاج قرشين طب ما تشوف طلعت كده معاه فلوس ولا ايه ظروفه انت عارف انا بانتج الكليب بتاع ياسمينة ومحتاج فلوس اكتر من اللي عندي قال للبت دينا اخبارها ايه؟ انعرفش عنا اي حاجة ما تشوف لنا يا فين وبقول لك اي صحيح تعرف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانت احلى نقطة اتنزي عليك أبوس إيديك، ما ترموهمش هنا، هيخدوهم مني إذا أنا لما نروح البيت، ولا اتشق لبلك حتى في البيت على دماغي إيه وعيدك، هنظم مع قطك، بقى أحلى فلوس، قادي الفلوس، قادي الفلوس مش هيا دي، مش هيا دي اللي حزين أقول الناس، هاي خلاص ما بقاش معايا فلوس ما بقاش معايا أي حاجة فكرة الصورة دي فوزية؟ طبعا فكرة هاب ساعتها كان عنده سبع سنين، بصك مش دي اللي كنا في راس البر ساعتها؟ ياه، كانت أيام، مش كنت الجدعانتي كده وجبتلني كمعايل، أهو هابست تتخرج وتعين وشاف المستقبل، وعدت أنا وأنت بوزي في بوزك بقى دا كلام تقوله يا سراح، في حاجة اسمها كده، بوزي في بوزك برضو، إيه اللي حكاية بوزي في بوزك دي؟ هاي هوا يا ابني حبيبي، باتفرج على الصور،athi التي بتعودني عن فتر تغيابك عندي، انا نفسها جيد كاميرا علشان مصورة كمما تيأي، بصي إها بالصورة دي، دي لما كنا في المعمور، أنا وانت بص بص فاكر إيها بوزي، ساحجة كان عندك يا ابني ثلاث سنين موسيقى اهلا يا باشا اهلا زكا باشا عملية شكا مبروكة ان شاء الله شكا مبروكة ان شاء الله حضر يا باشا طبعا صاحب الشقة ده بقى طلعت خطيب اختي زينة ودي زينة بقى اختي ان شاء الله ربنا يكرهم كده ويبقى شقة ويش الساعدة عليهم نا واجوزهم فيها ان شاء الله احنا يا باشا طمعنين في كرم ساعدك تهزنا بس المبلغ شويتين كده واحنا جمعنا كل الفلوس وطلعت المبلغ ده فضل باشا ودول كام دول؟ دول بقى باشا تلتمية سبعة وتمانين ألف وستمينة جنيه ومعلش طمعنين في كرم معليك يعني سمحنا في التلتاشر بقى ولاتك بقى وحبايبك وجميلنا يا عمك والله يا باشا انا مكسوفة اكلمك في الموضوع ده وهو اللي لطقه والله ده كل لحلته عموما دول ألفين جنيه اعزم خطيبتك واق خطيبتك في مكان شيك على الغدل الله 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 على الزمن الجميل وعهد الله نفس كرم أبو يا مورسي ونفس الشاكة أبو يا مورسي وعموما انا المسافر في تارة عشر ونص بالليل بس بس اأذنكم بعد ما تمضوا العقد وتاخدوا المفتاح تيجوا تستلموا الشقة الساعة سبعة ونص ان شاء الله طب بول عافش يا باشا هتخلوا هلما ولا هتخدوا معاك طبعا يا بيت طبعا يا خليه بقول يا باشا نكتب بقى العقد ان شاء الله يلا نكتبها يا شقة تكتب اسم مين باسم طالعة طبعا طالعة يالله بصرع يلا سن كده ما بتكتح تخش فيلك ياما ادخلوا برجلكوا لمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ده المفتاح ما بيفتحش يا جدعان انت متأكد ان ده المفتاح الشقة دي على جراء يا زينة على الراجل كتب العقد والداني المفتاح سلمتوا لطلعت حطوا في جوبه على طوبه وما طلعوا أشغر دلوقات تب تعالى افتح انت يا فكير ايوه يا عم انت طول عمرك خيبة سمي كده بسم الله يا مزه ثاني اه الله انت متأكد مش بتاعه فيه ايه اللي بيحصل اقتالها الله طلبة انت تعالى اتاني يا طلبة تب رلني الجرز يا زينة رلني الجرز بكنا نكونوا وجوه ونسين المفتاح من الجوه السلام عليكم حاجة السلام عليكم السلام خير اه هو الاساس امين فيه امين مين اه حاجة امين اللي هو الابيضاني الطويل ابو شعره بيضاه انتوا كمان اتنصب عليكم في ناس لسه ماشيين وقالي نفس الكلام ده ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست انت اتنصب علينا ازاي يعني ساي ما بقولك احنا كنا مجرين له الشقة مفروشة لي من عم ان انتوا بتقولوا عليه امين يا لهوي يا فتنت السودة اتنصب علينا ازاي يعني اشي كل اللي حلتنا اتشاكدنا الصبع انت كمان لا 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 يا جماعة لا انت بتقوله ايه يا جماعة انت بتقوله اتنصب علينا يا جماعة شقة عمر يا طلبل ايه شقة عمر يا طلبة اتصرف يا طلبة يا عمم انا كمان ليه فلوس والتا لوحدك ما فلوس وفلوسك وفلوسين يا الله ما فلوس وفلوسك ايه وفلوسين ايه انا من ساعة معرفتك وما شفتش من قولك وغير النص والهم وتسارعته وبهدل كده طلعت احنا معرفت ما تجيب النحس والهم والفق ليه! عملنا لكين! اه يا زيني اه يا زيني اه عملتono يا زيني واحد بيخطط والتانية بتاخدني و تدلعني و تفسحني خطة خطة و بيناي قوي و انا في النص زي العرace بتلعبوا بيا زي العرace برافو برافو لحبة جميلة لاخلين لا يا طلبة لا يا طلبة لا والف لا يا طلبة داشها عمل يا طب داشها عمر يا طلبة ان انا اللي انا قبت من حياتي كلها يا طلبة، بص يا طلبة يا جبل الراجل، يا جبل الفلوس وعهد الله وعهد الله يا طلبة أو هلع فيك أو هلع في زينب عجل؟ يا عمي فيه يا الله! ماشا الله!